هذه سقطرة اليمنية وهذا ما تفعله أبو ظبي هناك مستغلة ضعف السلطة الشرعية رفع العالم الإماراتي لا يعني أن الأرض كذلك سبق وأن مرت من هنا أسلحة وأطماع وأعلام البرتغاليين والبريطانيين والروس تلاشت كل تلك الإمبراطوريات وبقيت سقطرة أرضاً يمنية تمضي الإمارات اليوم في سقطرة وفي باقي المناطق اليمنية التي تم طرد ميليشيا الحوثي منها على وقع حلم إمبراطوري يداعب مخيلة شيوخ إمارة أبو ظبي جندت الأتباع وأرسلت شحنات سلاح إلى أكثر مناطق اليمن أمناً وبعداً عن الصراع الدائر ودفعت الأموال لشراء الذمم لاختراق المجتمع السقطري لتفجر صراعات محلية لن يتوقف تأثيرها على تقويض السلطة الشرعية بل سيمتد ليصبح مجتمع الجزيرة أمام أزمة مجتمعية هي الأولى من نوعها تكافح السلطة المحلية في الجزيرة البعيدة عن أي دعم في سبيل المحافظة على أمن الأرخبيل رافضة أي قوة لا تخضع لمؤسسات الشرعية العسكرية والأمنية كما رفضت السماحة بإدخال شحنات أسلحة كانت الإمارات قد أرسلتها لأنصارها فيما لا تزال السلطة الشرعية بعيدة عن ما يحدث هناك وكأن الأمر لا يعنيها كان الوضع في سقطرة في المرة السابقة عاملا رئيسيا في إقالة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر على خلفية موقفه الرافض للسلوك الإماراتي هناك هذه المرة أختار خلفه معين عبد الملك العائد من أبو ظبي مؤخرا الالتزام بمبدأ الابتعاد عن السياسة الذي انتهجها منذ تعيينه وظهر ليقلل من أهمية ما يحدث في الجزيرة وفي شبوة رئيس البرلماني سلطان البركاني أختار عبارات حذرة لا تكاد تعني شيئا داعيا دول التحالف إلى توفير الأمن والاستقرار في المناطق المحررة اليمنيون بقلوبهم وحملاتهم الإعلامية وأصواتهم بمختلف مشاربهم ومناطقهم تضامنوا أدان ما تفعله الإمارات وهذا أقصى ما يستطيعون فعله للدفاع عن سقطرة كنزهم الذي يفخرون به أمام العالم لا يخشى اليمنيون على سقطرة إلا من الصراع والفوضى أما يمنيتها فأمر لا يناقشه اليمنيون الآن